كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يواجه الأخطاء التي تقع أمامه في الحقيقة كل واحد منا معرض أنه يغلط في أي موقف من المواقف لأننا بشر و سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان الذي لا يصر على الخطأ هو الإنسان الذي يغفر الله له هذه الذنوب تعالوا نشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا في حديث من الأحاديث النبوية الكريمة كل ابن آدم خطاء و خير الخطائين التوابون يعني كل واحد منا معرض أنه يغلط لأنه بشر والإنسان ضعيف والإنسان في مجموعة كبيرة جدا من التحديات أمام هذا الإنسان سواء حبه للدنيا أو حبه لشاهواتها أو لغير ذلك من الأمور التي ربما تؤثر على الإنسان فيقع في خطأ من الأخطاء أو في ذنب من الذنوب لكن الإنسان الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى والذي لا يصر على الخطأ والذي يعود إلى الله سبحانه وتعالى هو الإنسان الذي يغفر الله تعالى له ويعفو الله سبحانه وتعالى عنه وطالما إنه نغلط في بعض الأحيان والإنسان بيقع منه الخطأ فالإنسان ما ينفعش إنه يرى الخطأ أمام عينه ويترك هذا الخطأ يستشري في المجتمع أو يستشري في الأسرة أو في البيت أو في العمل أو في المكان الذي يعيش فيه الإنسان أو في المواصلات العامة أو في الشارع أو في السوق لكن الإنسان ينبغي أن يكون إنساناً إيجابياً يعني الإنسان في الوقت اللي بيرى فيه أي شيء من الأشياء الخطأ لازم الإنسان يكون له دور كبير جداً في رد هذا الخطأ أو تقليل نسبة هذا الخطأ أو محاولة در هذا الخطأ أنه يؤع من الناس أو أنه ينصح الإنسان اللي قدامه بطريقة تحاول أنها تقنع الإنسان اللي قدامه أن اللي بيعمله ده غلط وأنه ينبغي أنه يعتذر عن الغلط ده إذا كان في حق الناس التانين أو إنه غلط ربنا سبحانه وتعالى فينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى